نعمل مع بعض طواجن المكارونة بالفراخ اللي بتتباع في محلات الكشري وكلنا بنحب طعمها بيكون طعمها كده مميز وفيها نكهة كمان بتكون حلوة قوي فيش حد فينا مش بيحبها متهيئة تعالوا بقى نهاردة نعملها بطريقة سهلة وبسيطة وحديكي كل التركات اللي حتطلها معايكي أحسن من اللي بتتباع جاهزة شايفين هي قد إيه شكلها حلو وكمان طعمها بيكون خطير جدا حنحضر الصلصة معي طماطم متقطعة على مكعبات صغيرة بصلاية متقطعة على أربعة وكمان حباية من الفلفل الأحمر مع علاقتين من صلصة الطماطم سكر ومكعب براء الدجاج كتم بودر بصل بودر شطة وشوية فلفل أصمر حنضبط الملح بتاعنا وحنحط معلقة كبيرة من الخل وحنحط بقى كمية المية على حسب كمية الصلصة اللي انت هتعمليها حبتدي بقى أضرب الصلصة بتاعتي في الخلاط أو بالهند بلندر أي حاجة المتوفر عندك استخدمي حنضربها كويس جدا ولو حتضربها في الخلاط صفيها لكن بالهند بلندر بيطلع القشور كلها في الهند بلندر من تحت خلاص حضرت حل على نار فيها مع علاقتين كبار من الزيت وحجيب مكعبات الفراخ ممكن نستبدلها بسجوء بلحمة مفرومة بس أنا نهاردة هعملها بالفراخ وهيطلع طعمها حلوة حندي الفراخ تشويحة خفيفة وهنحط عليها نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأصمر وشوي من البصل الأحمر والأبيض والاتنين مع بعض بيدو نكهة حلوة قوي حنقلب البصل مع الفراخ والفلفل الأصمر أول ما هيبتدوا يغضلون حد لهم بقى شوية كده من الملح وبعد كده حبتدي أطلع كل الفراخ دي أنا مش عايزة الفراخ تاخد سوى كامل أنا عايزها تستوي كده نصف سوى حجيب طبق وحبتدي بقى أن أنا أطلع الفراخ بتاعتي في الطبق علشان أنا عايزة الزيت اللي حيتبقى معايا في الحلة بشوية البصل استغيرين طول حجيب صلصة الطماطم اللي أنا ضربتها كنت انبهرها وكل حاجة فيها كانت جاهزة حطيت الصلصة في نفس الحلة وحاسبها تغلي قد إيه من خمس دقايق لسبع دقايق أنا مش عايزة الصلصة بتاعتي تكون تقيلة أنا عايزها تكون خفيفة علشان إحنا هنحط المكارونة بتكون ناية مش مستوية أول ما بيوصل معانا اللون بتاع الصلصة كده بندفي عليها وبعد كده حجيب الطواجم بتاعتي من تحت بقى ححط الفراخ اللي أنا سوتها نصف سوى وبعد كده حنجيب المكارونة اللي هي الألم وحنحط نصف الطواجم بس متمليهاش للآخر وحجيب بقى الصلصة بتاعتي اللي كانت كوامها خفيف مش تقيل علشان عايزين المكارونة بتاعتنا تستوي معانا في الفرن هغطي المكارونة بالصلصة وحجيب ورق الفايل وحبتدي إن أنا أقفل الطواجن دي كويس جداً هنشغل الفرن بتاعنا من تحت بس على أعلى درجة حرارة وأول ما بيسخن ببتدي إن أنا أحط بقى الطواجن جوه الفرن وبسيبها نصف ساعة بتطلع معانا بالجمال ده كله أول ما تطلعيها سيبيها بس حوالي 3-4 دقاي كده متغطيها متفتحيش عليها علشان برضو البخار ده بيسوي معانا المكارونة وبعد كده بتجيبي معلقة وبتحاول إن أنت تسلكي الحروف بتاعت الطواجن علشان وإحنا بنقلبها تتقلب معانا بكل صحيح عايز أقول لكم إن إنتوا وإنتوا بتقلبوا الطواجن كده هتشموا ريحة الطواجن زي الجاهز بالضبط وكمان ريحته وطعمه أحلى من الجاهز بكتير حابة بقى أعرفكم سر مهم جداً لازم تدفوه مع الصنصة أنا دفته معاكم في بداية الفيديو سر الطعم الحلو بتاع الصنصة للطواجن دي هي الفلفل الأحمر اللي إحنا بنضيفه مع الطماطم وإحنا بنضربها هتوقع تستغني عن الخطوة دي هتفرق معاك كتير جداً وحيطلع معاك الطعم زي بتاع محلات الكشري بالضبط الطعم بجد خطير جداً جداً أتمنى طبعاً تجربوا الطريقة وإن واسقاً هي تعجبكم وبالفهنة على قلوبكم مقدماً إن شاء الله